والله يا أحمد يعني بعد المباراة مبارح وبالزبط بعد تلت ساعة من المباراة السنال واللي كان مستر الكرة حطه للتراجي واحترامه للتراجي انت بتلعب برضو مباراة نهائية والنهايات بالذات يعني تكسبها ما تلعبهاش يعني في النهايات بالذات فهو الرجل محترم فريق التراجي بس أنا كنت شايف إمكانياتنا فريق الأهلي كإمكانيات وسكوات لعبة جوة الملعب لا إحنا أعلم التراجي بكتير وكان سهل جدا اللي إحنا ممكن الشوت التاني نجازف اللي إحنا نطلع ونجيب جوة في رادز ونخلص البطولة هناك في تونس ده الواحد على مدار المباراة يعني اللي أنا حسته من خلال المباراة اللي هو كان ممكن بداية الشوت التاني كان ممكن مصر كار يحرر اللعبة بتاع نص الملعب شوية مع التلاتة اللي قدام في الحتة الدفاعية يحررهم واللي هو يعملوا الواجبات الدفاعية وكل حاجة بس برضو نحاول نروح على الجنب بتاعهم هم يعني هم ماتش في تونس على أرضهم وفي وسط جمهورهم ما فيش على فرصة وحيدة في الديئة الرابعة اللي هي كانت رودريجوز اللي هي البرازيلي اللي تعمت كروس في وقت اللي معلول أصلا كمان كان واقع وكان بيغير فغير كده ما فيش أي خطورة على مصطفى شوية وإحنا برضو للديئة واحد وستين تصويبة واحدة بتاع إمام عشور في الديئة واحد وستين وكنت تقدر يعني اللعبة بصراحة هو كان شغال مصر كار اللي عمله أنا أول مرة أشوفه على مدار البطولة أفريقيا وبالذات في الأدوار اللي هي الحاسمة اللي هو يعمل ضغط عالي يعني وهم ذكرهم كويس أنت لو لاحظت ما كانوش بيعرفوا يحضروا خالص كان على طول تلاقي ويسام وإمام وتاو والشحات اللي أربع على طول تلاقيهم في نص ملعهم مش عارفين يحضروا أي كورة ولا عارفين يبنوا أي هجمة فعاوز أقول لك اللي ده كان مساعدنا مبرح في اللي ما كانش فيه خطورة علينا خالص يعني